على أعتاب انطلاق حكومة جديدة تنطلق سهام التكاهنات في أرواقة السياسة عن نسيج المكون السياسي وشكل الكابينة الوزرية التي اختارها الرئيس المكلف الجديد محمد توفيق علاوي بعناية ودقة وعلى مجهر التكنقراط درجة قياس الاختر لمؤشر الاهتزاز والتوتر السياسي في المشهد العراقي وقبيل ساعات من اعلان علاوي حكومته امام البرلمان درجات عالية القياس احتدام الجدل بين ان يمنح البرلمان الثقة بالاغلبية لحكومة علاوي يقع بين تجاهين تجاه يريد له حزبيون وبرلمانيون ان تكون حكومة علاوي المؤقتة مشغولة فيما هو مطلوب منها والمتمثل بمحاكمة قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة وتجاه يريد له سياسيون بتصميم مؤكد ان لا تضم الحكومة الجديدة اي طيف حزبي وان تكون مستقلة بمفهوم التكنقراط الذي يحتاجه العراق في الوقت الراهن العراقيون خرجوا في اكتوبر وكانت هناك لافتة رئيسية في الشوارع يقولون نريد وطن يعني هم فاقدين للخدمات فاقدين للرعاية الصحية فاقدين للتعليم فاقدين لهيبة الدولة فاقدين لمؤسسات تأكيد المؤكد في تصريحات من العيار الثقيل يقدمها سياسيون بتحذير لمحاولات ضغط الاحزاب او جهات تبحث عن حصصها في الحكومة الجديدة او فلتكن المواجهة بين الشعب والحكومة في توقعات لا يحمد عقباها هناك جهات متنفذة في الشأن السياسي العراقي وهذه الجهات تبحث عن حصتها في الحكومة الجديدة فلذلك تمرير محمد علاوي سيكون اما ان يطرح تشكيلة مستقلة تماما وهذا سيجعل البرلمان والاحزاب امام الشعب مواشرة ان رفضوها فانهم سيرفضون خيار الشعب وان قبلوها فهذا تحدي كبير بالنسبة اليهم صناعة الكابين لم تكن امرا سهلا وسط نيران الملتهبة قد تخمد او تشتعل مجددا في اية لحظة اذا ما اقترب القادح من الفتيل اما القادح فهو الضرب بمطالب العراقيين عرض الحائط واما الفتيل فهو الشارع الغاضب الذي ينتظر تحقيق المطالب